موسيقى السلام عليكم مذكرات السياسيين والديبلوماسيين مهمة جدا لأي حد متابع أو مهتم بالأحداث السياسية والعسكرية أو بيحاول أن يحلل المواقف السياسية لقراءة الواقع أو استشراف المستقبل مدير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق CIA ووزير خارجية أمريكا السابق مايك بومبيو نشر مذكراتهم مؤخرا تحت عنوان لا تعطي أي بوصة القتال من أجل أمريكا وبعض الصحف العربية والمواقع العربية الموثوقة مشكورة ترجمة أهم مفصول المذكرات دي للغة العربية من المشهور يا جماعة أن مذكرات المسؤولين والمفكرين الاستراتيجيين حوالين العالم بتكون خلاصة حكمة السنين واعتصار للعقل اللي سقلته الحياة السياسية المليانة بالتجارب والنشاطات اللي تحولت لخبرات متركمة مذكرات المنصفين من السياسيين الكبار بتكون عبارة عن أرشيف للحكمة ومتجر للعقلانية والواقعية بتمكن كل مهتم أنه يأخذ منها إضاءات لبعض المناطق المظلمة في الحياة السياسية استيعاب التاريخ الأديم والحديث والإطلاع الواسع على الواقع وإمكانياته والمستقبل وتحدياته بتلاقيها مكملة لبعضها في صورة أحداث ومواقف وقرارات موضوعة في سياقتها المنطقية اللي انت ما كنت شايفها فبالتالي بتكمل الصورة اللي برغم ثورة المعلومات إلا إنها بتكون نقصة عند المتابعين والمدققين من خلال المذكرات بتقدر إنك تحط إيدك على الأولويات والأسباب الحقيقية والخفية اللي تحكمت في صناعة القرارات اللي ممكن تكون الكتير منها مبهمة أو صادمة للبعض وقت صدرها ولكنك بتكتشف الأسرار دي عند كتاب المذكرات الفاعلين في صناعة الأحداث بكل أسف في عصر السرعة والمعلومات والسوشيال ميديا ما بقيتش المذكرات أو كتب التحليل السياسي العميقة والكبيرة بالقيمة اللي كانت بتحظى بيها زمان شوية خصوصا في منطقتنا العربية اللي بكل أسف دايما بناخد من الغرب أسوأ عاداته ومن تكنولوجيا المعلومات أقزر ما أنتجته وما بقيناش بندور على المهمة أبدا في إنتاجات الغرب الثقافية بقدر اهتمامنا بإننا نسابق الجميع في الوصول للتفاهة ولكن كتاب بومبيو يبدو مختلف تماما عن كل ده وكسر كتير من التابهات العربية المعروفة والمشهوة بما يحتوي من معلومات ومواقف كانت كتير من المعاصرين شاهدين عليها يمكن لأنه أفرد في كتابه مساحات للحديث عن منطقتنا العربية زي وزي مذكرات هيلري كلينتون اللي كانت وزيرة خارجية باراك أوباما واللي اتحرفت مذكراتها وانتشرت تحريف على نطاق واسع ولكن مقارنة مذكرات هيلري كلينتون مع مذكرات مايك بومبيو بتثبت اختلاف النظرة الأمريكية لمنطقتنا العربية بحسب الحزب الحاكم في أمريكا كلام بومبيو عن الملفات الدولية والملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط في مذكراته كان حديث الدبلوماسي العارف والسياسي المحنك ورجل الاستخبارات الخبير بكل المعلومات الصغيرة قبل الكبيرة هي دي اللغة اللي يعرفها المسؤولين ويعرفها المحللين في المجال السياسي كويس جدا لأنها بتعبر عن السياسة الحقيقية مش الايدولوجية يعني لغة المصالح المشتركة والتحالفات الحقيقية مش لغة اليسار الليبرالي ولا لغة أمريكا الضعيفة حتى اللي بتحول إن هي تقوي نفسها بالاستقواء أولا على حلفائها مش غريب أبدا إن بعض المراقبين والمحللين يلاقوا من المنطقة دي صادل أفكارهم اللي نشروها لانتقادات سياسات واستراتيجيات رئيس الأمريكا الأسبق باراك أوباما قبل سنين في كتاب بومبيو لأنه في منطق التاريخ والسياسة كانت توجهات باراك أوباما وبيدن بالمناسبة اللي مشي على نفس طريقته هي انحراف خطير عن أمريكا اللي يعرفها العالم كله ويعرفها حلفاء أمريكا حول العالم مايك بومبيو اتكلم في كتابه عن النظام الإيراني وعن تنظيمات الإرهاب وعن توجهات السلام وعن الاتفاقات الإبراهيمية وفي كلامه عن مصر والسعودية والإمارات ظهر بومبيو خبير سياسي ومعلوماتي حقيقي فاهم المنطقة كويس جدا وفاهم فعليا اللي بيجري على الأرض فيها وإيه هي الخيارات الواقعية والمستقبلية لصناعة سلام وتنمية مستدامة ومفيدة كمان في المنطقة وللعالم كله من وراء المنطقة وهي خبرة وإدراك بعض الإدارات السياسية في الغرب إنهم محتاجين بجد إنهم يتعلموا منها علشان يشوفوا الصورة الحقيقية ويتعلموا إسلوب التعامل الأمثل مع الحلفاء والأصدقاء من الطبيعي جدا إن بومبيو يدافع عن المملكة العربية السعودية لأن الحليفة الطبيعي الأمريكا في المنطقة عبر عقود من الزمن برد النظر عن مغامرات بعض اليساريين اللي بغليين في السياسة والإعلام داخل أمريكا وطبيعي إن بومبيو برضو يتكلم عن إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي بحسب تعبيره سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي الكلام المنصف ده من أوضح المعطيات في منطقة الشرق الأوسط لو ألعنا عدسات الأيدولوجية الغمأة اللي بتعمي بعض السياسيين والإعلاميين الأمريكيين عن رؤية المشاهد الدولية على حياتها كما هي في الواقع بعض السياسيين والمحللين الغربيين بقوا بيكتشفوا مؤخرا اللي بيحصل من تطوير وتطور ونهوض حقيقي في المنطقة بقيادة مصر والسعودية والإمارات وده بالمناسبة اللي يعرفه كويس جدا كتاب المنطقة ومحللوها المنصفين غير التابعين لأيدولوجيات غربية تحت قيادة دولة شرق أوسطية أو دولة عربية محللين المنطقة السياسيين بينقسموا القسمين قسم بيعترف أن دي توجهات تاريخية وسياسية محنكة ومن طراز رفيع كمان زي ما عمل بومبي وكده في مذكراته والقسم الثاني من المحللين ودول في الغالب بيكونوا تابعين لأجندات تخاربية فهم بيعادوا التحرقات العربية دي وبيتهجموا على قيادات المنطقة وعلى رموزها من غير أي مبغير سياسي أو وعي حتى بالمصالح الاستراتيجية سواء القائمة أو المستقبلية حتى ومن هنا بنفهم أنه مش غريب أبدا أن بومبيو يوصف رد فعل الإعلام اليساري الليبرالي الأمريكي بعد زيارته للغياد في 2018 بالقول إن ما جعل الإعلام أكثر جنونا من نباتي في مسلخ لحوم علاقتنا بالسعودية بومبيو وزاري غياد في وقت كانت الحاملات الإعلامية والسياسية الأمريكية تحديدا ضد الدول العربية وتحديدا أكثر ضد السعودية ومصر والإمارات أقل ما توصف به هو الجنون وأعتقد أن كلنا فاكرين الحاملات المصعورة اللي كنا بنشوفها يوميا على شاشاتهم وعلى شاشات الإعلام القطري من وراءهم ومن خلال تصريحات الديموقراطيين كمان في الكونجرس الأمريكي بصورة شبه يومية جمال خاشوجي أولا وأخيرا هو مواطن سعودي اشتغل في الإعلام وبعدها تحول علشان يشتغل ناشط سياسي في واشنطن وأتلو جريمة بشعة بكل المقاييس ولكن المملكة العربية السعودية تعاملت مع جريمة أتلو بكل حزم وأحالت للقضاء كل اللي توجد في الجريمة سواء من قريب أو من بعيد لما تكلم بومبيو عن الموضوع ده تحديدا كان كلامه مفند لمواقف الإعلام الأمريكي المنحاز المنحاز أيدولوجيا عن حقيقة ما جرى بومبيو أكد أن جريمة مقتل خاشوجي كانت شائنة وغير مقبولة لكنه مش متفق مع توصيف جمال خاشوجي كصحفي وانتقد وسائل الإعلام اللي حولته لبوب وودوارد سعودي بومبيو شايف أن خاشوجي كان ناشط وبس وكلامه ده يعتبر نموذج لكيفية تعامل الدبلوماسي المحنك مع القضايا الساخنة بناء على أساس متين قايم على حقيقة تأكيد بومبيو من أن العلاقة الأمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية مهمة للغاية لما تقرأ وصف بومبيو للأحداث وتحليله للمواقف ورؤيته للتوجهات السياسية وقراءاته لمقالات الدول المستقبلية ما تقدرش أبدا أنك تبعد عن ذهنك المقارنة باللي كتبه غيره من السياسيين الأمريكيين واللي على رأسهم طبعا رئيس الأسبق باراك أوباما عن نفس الأحداث والمواقف والتوجهات السياسية علشان تكتشف بسهولة الفرق ما بين السياسي المحنك اللي بينتمي لمدرسة سياسية ممتدة لعقود من الزمن داخل أمريكا والسياسي المؤدلج اللي بيتناول الملفات بخفة وانحراف عن عقود من التوجهات السياسية الأمريكية وإن حاول تغطية انحيازه ده بعبارات منمقة وأسلوب شعبوي كما يليق بيساري لبرالي يمكن ما كانش الرئيس السابق دونالد ترامب هو أفضل خيارات الحزب الجمهوري سواء سابقا أو حاليا ولكن المؤكد برضو أنه أوباما ومجموعته ومنهم بايدن طبعا بالمناسبة هم أسوأ خيارات الحزب الديموقراطي الكلام هنا بالتأكيد فيما يخصنا إحنا ويخص دول المنطقة العربية وبالنسبة للتعامل مع الملفات الدولية كلامنا أكيد مش عن خلافات الحزبين الداخلية لأن ده شأن أمريكي داخلي يخص بس المواطنين الأمريكيين في كتاب بومبيو الكثير من السرد الواقعي والموثق عن النظام الإيراني وأدواره التخريبية في المنطقة ووعي حقيقي ببنية نظام الملالي وأيدروجيته في الإسلام السياسي بنسخته الشيعية وعلاقاته الوطيدة بالإسلام السياسي بنسخته السنية وإن قيادة تنظيم القاعدة السنية مش في أفغانستان ولا في أي مكان تاني زي ما معظم الناس كانوا فاكرين أو متوهمين ولكن قيادة تنظيم القاعدة بتنطلق منين السر هنا بومبيو قال إن هي بتنطلق من طهران وده بالمناسبة اللي كتب عنه محللين كتير جدا قبل كده بتفاصيل علمية وتأصيلية حوالين الأفكار والتنظيمات والمبادئ والعمليات كمان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو ذكر في كتابه معلومات لفتة ومهمة جدا عن إيران صحيح إنه بعضها معلوم بالعموم لكن التفاصيل كانت محتاجة دراسات وتحليلات عميقة بومبيو ما كانش بس هو كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لكن ما تنسوش أبدا إنه بومبيو كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يعني بومبيو كان عنده المعلومات كاملة متكملة كان مدير المخابرات من يناير 2017 لإبريل 2018 وفي كتابه قدم بومبيو معلومتين مهمين جدا في سبيل توضيحه للمعطيات اللي قادت لاتخاذ قرار تصفية قاسم سليماني قائد فيلك القدس في الثالث من يناير 2020 بعد مخارج من مطار برداد كمان تصفية أبو مهدي المهندس مؤسس كتائب حزب الله في العرق المعلومة الأولى إنه في إحدى زياراته البرداد كرئيس المخابرات اجتمع مع رئيس الوزراء وقتها كان حيدر العبادي علشان يقنعه بعدم الحصول على موارد الطاقة من إيران يومها قاله العبادي حضرة المدير حين ترادر سيأتي قاسم سليماني لياراني يمكنك أن تأخذ أموالي ولكنه سيأخذ حياتي والمعلومة التانية بحسب بومبيو إنه قدرك مبكرا إن النظام الإيراني مجرد تنظيم إرهابي بس لبس عباقة مش بتاعته وأظهر نفسه فهيئة دولة بما فيها من مكونات وخالص بومبيو إن المقار الرئيسي لتنظيم القاعدة موجود في طهران مش في طرابورة في أفغانستان أو في باكستان أو العراق أو سوريا كلام عظيم جدا 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 خلوا بالكم إحنا هنا قدام مذكرات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبق وكمان وزير خارجية الولايات المتحدة السابق ولا يمكن أبدا إنه تمر معلوماته دي من غير تطقيق لأن واحد من المناصب دي أكيد مرت عليه الكتير من المعلومات غير القابلة للنشر وفي نفس الوقت هو لا يمكن إنه يتكلم باستخفاف ولذلك فالسؤال دلوقتي هو هل يعقل إن اللي توصله بومبيو من معلومات بخصوص الدور الإيراني الإرهابي والتخريبي في العراق والمنطقة كلها بالكامل المعلومات دي كانت بس حصرية على شخصه ومش معلومات دولة ولن كل الأجهزة الأمريكية المفروضة إنها تكون عرفاها هل يعقل إن اللي كان يعرفه بومبيو بإن مقر القاعدة العملياتي كان في طهران مش في أي مكان تاني وإن النظام الإيراني هو مجرد تنظيم إرهابي في صور الدولة وإن أحد رموز إرهابه كان قاسم سليماني معقول كل الكلام ده كان مجهول بالنسبة لإدارة أوباما اللي حكا بومبيو عن سليماني من خلال قصة لقاءه بالعبادي أو إن مركز القاعدة العملياتي اللي كان في طهران ما كانش سري مجهول إطلاقا ولكنه كان سري معروف لكل دواير الحكم والسياسة والمعلومات والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الإعلام الأمريكي كان بيلتزم صمت القبور مع المعلومات دي غرم محاولات البعض تسليط الضوء عليها فيه تواطق بيفضح التخادم الأمريكي الإيراني لكل واحد عنده عقل وعنده إنصاف ومن اللي حاولوا إنهم يكشفوا الحقيقة المخفية دي الجنرال ديفيد بيترايوس عن طريق تقديم قصة شبيهة له مع سليماني في العراء ومعروف إنه من بداية 2012 إن فيه أجهزة استخبارات عربية كانت بترسط حركات الإرهاب السابق أبو مصعب الزرقاوي من العراء للأراضي الإيرانية والقصص كتيرة في الميدان ده بس مين اللي ينشر ومين اللي يحكي؟ وبناء على ما سبق فإن الواضح دلوقت الكل منصف هو إن المعلومات الأمنية والاستخباراتية بتسيس في الولايات المتحدة الأمريكية زيها زي كل حاجة وإلا إزاي تم تجاهل كل المعطيات والمعلومات دي عن إيران وعن قاسم سليماني سواء في فترة إدارة باراك أوباما أو دلوقتي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن أمر مذهل جدا ويبدو بالفعل إن ما خفي عظم في النهاية كلام بومبيو بيفكرنا باكتابات وتصريحات السياسيين والحكماء الأمريكيين في المراحل التاريخية السابق بعيدا عن شزوزات انحرفت بأمريكا بعيدا عن نفسها وعن حلفائها وده طبعا وصل الحالة ما بين أمريكا ودول المنطقة العربية الرئيسية لمرحلة الصدام اللي بناء عليه راحت مصر والسعودية للتقارب مع روسيا والصين وبعد التهديدات الأمريكية للدولتين دول بقلنا فترة كده بنشوف حالة من التودد بس جات متأخرة شوية من جو بايدن فهل حينجح جو بايدن في استعادة دفء لعلاقات مع مصر والسعودية والدول العربية الرئيسية ولا سبق السيف العزل زي ما بيقولوا وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة